موسيقى قاضي التحقيق في انفجار بيروت يدعي على مسؤولين قضائيين وترقب لمثول المسؤولين الرفيعين أمام القضاء موسيقى الغرب يكثف عقوباته على نظام إيران وطهران ترد باعتقال الصحفيين والتمسك بالرهائن مزدوجي الجنسية موسيقى تقرير الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ويبقي على إيران كالتهديد الأخطر موسيقى البرهان يسحب وساطته لإنهاء الخلاف بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان موسيقى أزمة الدولار تسرع زيارة السودان إلى واشنطن والداخلية العراقية تلاحق عصابات التهريف موسيقى أهلا بكم إلى السوديو الحدث على مدى ساعتين نفتح فيهما عددا من الملفات ونوافيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة والبداية من لبنان كشف مصدراني قضائياني لرويترز أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وجه تهما للمدعي العام وثلاثة قضاء آخرين وحدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين الشهر المقبل وأفدت مصادر الحدث أن قاضي التحقيق العدلي في قضية التفجير ادعى على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة ومدعي عام الدولة أي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدان ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك جراسيا القزي والقضاء غسان خوري كارلا شواح وجاد معلوف قرار القاضي طارق البيطار في استيناف تحقيقات المرفأ فجر بحسب المحللين قنبلة قانونية مصادر مقربة من المحقق العدلي أكدت لصحيفة الشرق الأوسط أن البيطار لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقا وفي حال لم يحضروا فسيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم ولفتت إلى أن البيطار قطع شوطا كبيرا في إعداد مسودة القرار الاتهامي إذ أنجز حتى الآن 540 صفحة من القرار الذي سيكون بحدود 650 إلى 700 صفحة تفند فيها حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه والمسؤولون عن هذه الجريمة وبرر المحقق العدلي إعطاء الحق لنفسه بالادعاء على قضاء وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية باستناده للمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي رفعت أي قيود عن مهم المحقق العدلي وأعطته صلاحيات مماثلة لصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي وفي تعليقه على قرار الادعاء عليه عد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعى التعليق مضيفا أنه لن يتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء ما في تعليق موضوع ما بيستهل تعليق يعني أنتوا رح تمسلوا أمام القضاء أو رح تطبقوا الإدعاء لا نشوف لا يجي الإدعاء نشوف شو بيصير من بيروت انضب إلينا مراسلة الحدث غنوى يتيم معلومات أكثر حتى اللحظة إذن والتفاعلات على ما أصدره قاضي التحقيق في انفجار مرفع بيروت يعني طبعا الآن المعلومة الأبرز التي حركت الشارع اللبناني هي الحديث عن استدعاء مدعي عام التمييز غسان عويدات وهي تقريبا أعلى سلطة قضائية إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لذلك كان هناك هذه الضجة حول استدعاء مدعي عام التمييز ولكن بحسب الدراسة القانونية التي كان قد أعدها القاضي طارق البطار هو تحدث بأنه لأنه معين من قبل مجلس الوزراء ولأنه محقق عدلي يحق له استدعاء حتى شخصية بمنصب مدعي عام التمييز وهو القرار يبدو يتحدث عن أنه كان هناك ربما إمكانية لمدعي عام التمييز بإصدار قرار لإفراغ أو طلب بإزالة مواد النترات الأمونيوم من مرفق بيروت عندما كانت موجودة في الأعوام الماضية قبل حدوث الانفجار ولكن هذا القرار لم يتخذ هذا هو سبب استدعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالطبع محمد حتى الآن لا نعلم ما هي ردود الفعل الفعلية على أرض الواقع فكيف سيتصرف من تم استدعائهم النيابة العامة التمييزية قالت بأنها تسلمت اليوم قرارات إخلاء السبيل وقرارات الاستدعاءات ولكن حتى الآن ليس بالضرورة أن يكون هناك فعلا محاكمة أو مقاضات أو جلسة استماع لمن استدعاهم القاضي طارق البطار هذه الخطوة اليوم أيضا كانت السفارة الأمريكية في بيروت حست عبر تويتر المسؤولين في لبنان على عدم تمييع قضية انفجار المرفق أيضا كان هناك ردود فعل على أكثر من جهة إن كان من قبل الأهالي الذين رأوا بأن هذه الخطوة عادت الروح لتحقيقات انفجار المرفق خاصة وأن هذه التحقيقات معلقة منذ عام وشهر تقريبا والقاضي طارق البطار كانت خلال هذه المدة لا يتوجه إلى قصر العدل بخلاف الأسبوع الماضي وخلاف الأيام الماضية ولكنه يبدو بأنه خلال مدة مكوثه بعيدا عن أروقة القضاء كان يحضر للقرار الاتهامي اليوم المعلومات تتحدث عن أن موضوع الاستدعاءات وموعيد الاستدعاءات هي في شهر في شهر فبراير يعني بعد أقل من أسبوعين من الآن لذلك هذه الخطوة كانت بمثابة خضة قضائية وانتفاضة قضائية خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها قاضي مدام أنه الأوراق تقدر ب700 صفحة وانجز نحو 500 وبهض الصفحات يعني هل يتوقع الآن بحسب ما ترصدين يعني الادعاء على أسماء أخرى ومسؤولين آخرين بالفعل محمد مصادر مطلعة أشارت بأن هذه اللائحة هي فقط لائحة أولى وبأنه ربما سيكون هناك أسماء أخرى ربما ستحدث ضجة أكثر من الضجة التي أحدثتها أسماء اللائحة الأولى هناك أسماء مطولة أيضا هناك حديث عن أسماء كبيرة كان يمكن استدعائها ولكن يبدو حتى الآن هناك ضغوط لعدم استدعائها نحن نتحدث عن ربما رؤساء جمهورية سابقين ولكن حتى الآن يعني يبدو أن هذا الأمر لن يحدث بسبب ضخامة هذا الموضوع الخطوة التي قام بها القاضي طارق البيطار هو يعني بحسب ما قاله يمكن أن يكون هناك كف يد لقضاة من المجلس ولكن كمحقق عدلي لا يحق لأي أحد من كف يد المحقق العدلي لأن يد كف يد المحقق العدلي تعني انتهاء القضية وهذه القضية لم تنتهي بعد من بيروت مراسلة الحدث غنوي يتيم شكرا لك وقد حصلت الحدث على تواريخ جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها القاضي طارق بيطار وزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر وزير الداخلية نهاد المشنوق في 6 فبراير المقبل رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب في 8 فبراير المقبل المديران العمان لأمن الدولة وللأمن العام اللواء طوني صليبة وعباس إبراهيم في العاشر من المقبل أيضا وفي الثالث عشر رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد فيلي وعضو المجلس جراسي غازي المدير الأسبق لمخابرات الجيش كميل ظاهر والعميد الركن جودة عودات في 15 فبراير المقبل أيضا قائد الجيش الأسبق جان قهواجي في السابع عشر وآخرهم التحقيق في مدعي عام الدولة غسان عودات ومحامي عام الدولة غسان خوري في العشرين من فبراير أيضا من بيروت شقيقة جوزيف روكز أحد ضحايا مرفأ بيروت المحامية سيسيل روكز أهلا بك بداية ماذا انطباعات الآن أهالي الضحايا بخصوص هذه الأسماء المدعا عليها مرحبا أنا قبل ما أكون محامية أنا بالنتيجة أخت فقادة شقيقة الأصغر مني وأنا هلأ عم بتعطى بهذا الموضوع مش محامية عم بحكيك أنا كأخت شخص قتل على مرفأ بيروت بشكل بلا سبب أنا بقلك أنه هيدا حسينا شوي بلمحة نفحة صغيرة بهالتحقيق يلي إله سنتين ونص مجمد وواقف ونحنا على الطرقات عم نطالب بتسيير العدالة نحنا أهالي عم نتبهدل على الطرقات كرمال نطلب من الدولة يلي هي بالنتيجة جزء كبير مننا من السياسيين ومن الحزبيين هن اللي عم بعرقلوا التحقيق نحنا عم نتعذب لنطالب باستكمال التحقيق إخواتنا ما رح يرجعوا هن إخواتنا وأهالينا ماتوا بجريمة ضد حقوق الإنسان بوقت سلم بس نحنا هيدا العدم الملاحقة وعدم العدالة بتأذي إلى الفساد بالدول يعني نحنا عم نطالب بالعدالة والمحاسبة من أجل غيرنا من الأشخاص هيدا الموضوع هيدا القرار اللي تخزم بيني هو قرار جريء جدا يعني بعد سنة ونص من التجميد الكلي من 23-2021 بعد ما تعرضوا الأودات لتهديد بقلب العدلية من أحزاب من سياسيين القاضي كان جريء جدا بإصدار هذا القرار اعتبر فيه أنه المجلس العدلي أساسا بدي أقول أنه قراره مستند إلى أسباب قانونية وواقعية المجلس العدلي هو محكمة استثنائية جدا يعني بتحقق بالدعاوي الخطرة جدا وتحال إليها بموجب مرسوم يصر عن مجلس الوزراء وممضم الرئيس الجمهورية يعني هو يضع يده بشكل موضوع ويحقق مع كل من مسهم في هذه المتأملين ويمكن عند المتفائلين في أن هذه الأسماء المدعاة عليها تمثل فعلا أمام القضاء وتستجوب لأنه من الآن هناك من رفض التعليق أو سهتر يعني دعيني أقول بمثل هكذا قرارات سمعتيني صحيح نقطع الخات نقطع الاتصال كما تقول يعني سيسيل بكل لحوة أتريف قليلا حتى يعود الاتصال معها لنستكمل هذا الحديث وإلى حين نتوقف مع هذا الفاصل بعده نواصل في موضوعات أخرى منها الغرب يكثف عقوباته على نظام إيران وطهران ترد باعتقال الصحفيين والتمسك بالرحاء المزدوجي الجنسي البرهان يسحب وساطته لإنهاء الخلاف بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب إشعلت تتبقى وتدوم القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية دقائق بعدودة وتنتأي مهلة الهدنة هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لمحالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ القصف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة هل ما زالت كياب متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد حتى هذه اللحظة لا يوجد نقليم بشكل كامل في أيدي الروس في وطبعا شبه جزيرة القرم بدل العملية بابتنوا خمسين ألف دلوقتي بابتنوا سبعمائة ألف هذه حرب لا تزال تدعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرخ نفسه إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل نحبة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا إذن ما زلنا في ساعتنا الأولى من السوديو الحدث مرتا أخر أعود إلى بيروت وشقيقة إذن جوزيف روكز وهو أحد ضحايا مرفع بيروت سيسيل روكز وهي محامية كنت سألت قبل ما ينقطع الاتصال أنه كم منتم متفائلين متأملين بأن هذه الأسماء التي الدعي عليها ستمثل فعلا أمام القضاء نحن نترقب ماذا سيحدث وشو هلأ رح تكون ردة الفعل لأنه مثل ما كنت عم قول أنه القرار جريء جدا بس هو مستند إلى أسباب قانونية وواقعية نحن بدنا نشوف اليوم شو بده يطلع من نتيجة والتصريح والأراء اللي بده تصدر عن هيك أرار يلي هو يعتبر قنبلة بصف المعاركيين أو بصف الأشخاص يلي ما عم بيمثلوا للقضاء منترقب ومنشوف نحن وعلى ضوءة منبقى منحكي نيابة العامة جبارة تنفذ نحن بلبنان كنا عم نعارض كان فيه مبدأ عم بيخرجوا فيه عن القانون بتعيين قادرة ديف من أجل ألبت بطلبات إخلاق السبيل يلي كلهم عم بيقولوا أنه فيه أشخاص موقفين وفيه أشخاص منهم ظلما ولازم يطلعوا وكانوا عم بيخرجوا عن القانون ليعينوا قادرة ديف ونحن عم نتصديلوا لهذا الموضوع كان هدفهم كله البت بإخلاقات السبيل هلأ القاضي الأصيل يلي هو سيد ملفه هو عم بيبت بإخلاقات السبيل وأخلى سبيل خمس أشخاص مش مفترض يعرق له هيدا الشيء وإلا بيكونوا هني كمان عم بيحتجزوا أشخاص القاضي الأصيل اللي ملزم هو يحقق بهذا الملف ما عم بينفزوله قراراته معناتها كان القاضي الرديف يلي عم بيطلبه هو كان مش مزبوط لإخلاقات السبيل كان مثل ما نحنا كنا عم نقول لترحيل الملف من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء لأنه كان طلب الوزير العدل عندما تدخل من أجل تعيين جلسي لمجلس القضاء الأعلى كان طالب فيها أنه ألبت بالدفوع الشكلية والبد بالدفوع الشكلية هو أمر قانوني وليس أمر يعالج أمور ملحة صحية يعني كان الهدف منه الأمور غير قانونية وإحنا إذا هلأ مرحي نفذه نحنا منوصل لفكرتنا طيب نتوقف عند نقطة التسييس واللي له سند يعني حزبي أو جهة جهوية سياسية كبيرة أنه قد يعني يجد مظلة تحميه من هذه المساءلات ألا يخشى كما يقال بالدارج أنه ما يروح فيها إلا اللي سنده ضعيف أو ما له سند في هذه الحالة للأسف للأسف بلبنان البعض الأشخاص المطلوبين على مر الزمن فيه أشخاص بيعتبروا أنه هن فيه على رأسهم مظلة نحنا عم نحكي كنا بملفات عادية ملفات مش متل ملف ملف مرفق بيروت التفجير الكبير الذي أطاح بهالعالم كلهم والضحايا هلأ بدهم اللي بيعتبروا حالهم عندهم مظلة نحنا عم نتصدق لنا سنتين على الطرقات سنتين ونصف للتصدي للأشخاص اللي عندهم مظلات نحنا بدنا نشوف مين اللي عندهم مظلة نحنا بدنا نكون على الطرقات ووراهم هدول الأشخاص نحنا أنا شغلتكم محامية مش على الطريق بس نحنا بهيدا الملف ما رح نترك مجلة ولا أي شخص يقول أنا عندي مظلة ملف تفجير بيروت مفترض كل الناس تروح على التحقيق والمحكمة الاستثنائية هي محكمة القانون عطاها هالسلطة أنه تكون ما في استثنائات فيها كل الأشخاص الإداريين والأمنيين والقضائيين مفترض أنه يروحوا لعند التحقيق ومنطق أنه ما يكون في عدة مراجعة تحقق به هالملف لأنه مش منطقة ولا قانونة أنه يكون عدة مراجعة تحقق بنفس الواقعة لازم محكمة وحدة هي لتضع يدها على الموضوع والقانون في هذا الصف شكرا لك من بيروت المحامية سيسيل روكز وأنت أيضا شقيقة جوزيف روكز أحد ضحايا مرفق بيروت شكرا لك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده ستعلن قائمة جديدة من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وبريطاني على حد قوله وجاء هذا بعد أن أعلنت الرئاسة السودية للاتحاد الأوروبي أن وزراء التكتل أقر حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات التي قالت طهران بأنها سترد عليها هذا وطالت موجة من العقوبات الغربية النظام الإيراني آخرها فرض الولايات المتحدة عقوبات على محمد نزار عظيمي أحد قادة الحرس الثوري الإيراني ونائب له المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي أوضح أن سبب معاقبة القياديين في الحرس الثوري هو دورهما فيما سماها بالحملة الدموية ضد الاحتجاجات في مدينة كارمنشا وخاصة جافا نور أو نور وأضاف مالي أن القياديين في الحرس الثوري أشرفا على قمع المتظاهرين ضد النظام وإطلاق الرصاص الحي تجاههم ما تسبب في مقتل أربعين منهم وأضاف المبعوث الأمريكي أن عقوبات بلاده ضد النظام طالت أيضا نائب وزير الاستخبارات الإيرانية ناصر رشيدي واتهم مالي الوزارة بانتهاك حقوق الإنسان على نحو متكرر بهدف قمع المعارضة هذا وحض الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على وقف الحملة العنيفة على الاحتجاجات السلمية والإفراج عن جميع المعتقلين على نحو غير قانوني يأتي ذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الرابعة على إيران واستهدفت مسؤولين حكوميين وقادة كبارا في قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري أمع المعارضة بانتها موسيقى 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 الإجراء الأمريكي الذي جرى بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفق رويترز ستكون له تبعات جمة وستصيب النظام الإيراني بعمق التعد العقوبات الأمريكية الانتماء إلى الحرس الثوري أو حضورة اجتماعاته أو حملة شعاره حتى في الأماكن العامة جناية في الدول المشاركة في العقوبات ورغم عدم امتلاك الحرس الثوري مكاتب تمثيل مباشرة في الدول الغربية إلا أن العقوبات ستضيق حتى على المسؤولين على إدارة المراكز الدعوية للنظام الإيراني الناشط في الغرب فالعقوبات بشقيها الأوروبي والأمريكي تقضي بتجميد أي أصول للشخصية المستهدفة كما تحضر على الأوروبيين بمن فيهم أو فيها يعني الشركات التعامل بأي شكل من الأشكال مع الأسماء والكيانات الإيرانية المعاقبة وإلا فإن نصيبهم من العقوبات في الانتظار ورغم عدم امتلاك المسؤولين الإيرانيين وقادت الأجهزة العسكرية والأمنية أرصدة في البنوك الأجنبية أو عقارات مسجلة إلا أن مطالب المعارضة الإيرانية تزايدت في السنوات الأخيرة بملاحقة زوجات المسؤولين وأبنائهم في الدول الغربية لزيادة تقييد حركتهم وتشمل مطالب معارضي النظام الإيراني فرض قيود على منح أبناء المسؤولين تأشيرات السفر إلى الدول الغربية خاصة مع الإقبال المتزايد لأبناء المسؤولين عن دراسة في الجامعات الغربية فرضيات أخرى يخشى منها شملت احتمال إقدام مسؤولين على انتحال هويات جديدة لإدارة شؤونهم المالية في الخارج أو ربما مراوغات للالتفاف على العقوبات عبر إنشاء شركات وهمية سبق أن احتمى بها النظام الإيراني للتزود بالتكنولوجيا من الدول الغربية كما فعل مع محركات المسيرات ورغم ذلك يواصل النظام الإيراني قمعه للمحتجين فقد أعلنت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران أن السلطات حكمت على الناشط عرفان خليليان المعتقل منذ سبتمبر الماضي في أصفهان بالسجن لتسع سنوات وثمانية أشهر وفي الأثناء ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود بأنه اعتقل ثلاث صحفيات في إيران ليرتفع عدد الصحفيين الذين ألقت السلطات الإيرانية القبض عليهم منذ بداية الاحتجاجات إلى خمسة وخمسين من بينهم ستة عشرة صحفية وأضاف البيان أن السلطات لا تزال تحتجز سبعة وعشرين من الصحفيين فيما أخلت سبيل الآخرين بكفالة في انتظار محاكمتهم هذا وأعلن جاريد جانزر محامي أسرة السجين الإيراني الأمريكي سيامك نمازي المسجون حاليا في سجن إيفين في طهران أن نمازي أنهى إضرابه عن الطعام بعد أسبوع من دخوله في الإضراب وأعلن أنه يعاني خفاض الضغط وفقدان الوزن وكتب المحامي على حسابه في تويتر أن نمازي خسر نحو أربعة كيلو جرامات ونصف الكيلو من وزني خلال فترة الإضراب عن الطعام من لندن الدكتور علي نوري زادي رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية حمأت العقوبات الأوروبية الآن تزداد على النظام الإيراني وكل فترة نسمع عن حزمة جديدة حتى اللحظة هل نفهم مما يجري أن الأوروبيين أصلا أيضا في حالة إرباك في كيف يتعاملون مع هذا النظام إذا كانت العقوبات لم تجدي حتى اللحظة تهيئتي إليك أستاذ محمد وإلى مشاهدي الأعزاء بلا شك خيارات الاتحاد الأوروبي هذا المرة خيارات مهمة جدا يبدو أنها قد تمت دراستها بإناية ويبدو أن الولايات المتحدة أيضا زودت الاتحاد الأوروبي ببعض الأسماء لأن مثلا هناك أسماء عادة لا يذكر مثل محمد نظر عزيمي قائد فيلق كرمنشاه ومشتبى فعداء وكروش أسياباني قاسم رزائي وبعد مصطفى ميرساليم أزو مجلس الشورى ووزير الإرشاد الأسبق هذا الرجل دعا في البارلومان للإسراء في إعدام المؤتقلين وعحمد إسماعيل كوسري أيضا مندوب البارلومان هكذا أنا أعتقد سوف يكون لهذا الأغوبات تأثير مباشر الآن جميع رجال الحرس يعرفون بأنهم ينظر إليهم وإلى عمالهم ولا يمكن أن يرتكبوا جرائم ويتعربوا لا الآن هناك أيون آلمية تنظر إلى ما يجري في إيران وإلى من هو مسؤول هذا مهم جدا ليس لهؤلاء أرصد في بنوك الأمريكية والأوروبية أرصدتهم في إيران سوريا وبنزولا ولكن المهم رمزية هذا الأغوبات هنا بالطبع عندما تتحدث عن الرمزية ماذا سيفيد ذلك مثلا عندما تعاقب مسؤولين في الحرس الثوري أو مسؤولين غيرهم موجودين في بلد النظام بيحميهم ولا بيسافروا على أوروبا ولا على أمريكا وليست لديهم أرصد في هذه البنوك وإذا سافر يدوب بيطلالوا على بلدين من الجهة الأخرى فما فائدة هذه العقوبات عليهم؟ أستاذ محمد 90% من أبناء شعب الإيراني لا يعرفون هؤلاء ما كان أحد يعرف بأن هناك ناصر راشدي مصائد وزير الاستخبارات يعني معرفة الناس بهوية هؤلاء إذا المهم جدا كومر سيدري قائد قوات البرية يقيم في منطقة ما أحالي هذا المنطقة يعرفون هذا الزابط يعطي ويؤود يعني أسبها أمن هؤلاء في خطر أيضا في مقابل أسرهم هؤلاء الآن باعتبارهم مجرمين ضد الشعب الإيراني لا يستطيعون أن يزاولون حياتهم بشكل طبيعي هذا أهم شيء يعني كما أشرته رمزية ولكن ليس هناك هذا الأغوبات معسرة بشكل قامل ولكن كما أشرته رمزية هذا الأغوبات ذات أهمية طيب أيضا كيف نفهم مسألة أنه في أوروبا مثلا أو حتى الولايات المتحدة يريدون أن ينزلوا أشد العقوبات على نظام طهران وفي الوقت ذاته يسعون إلى برام اتفاق نووي معه يعني بدي أعاقبك وبنفس الوقت محتاجك لا أعتقد اتفاق النووي حي اتفاق النبوي انتهى يعني انتهى القارب يعرف جيدا الولايات المتادة الأمريكية يعرف جيدا والاتهد الأوروبي بأنه لا يمكن الأودى إلى مفاوزات غير ممكن أولا من جانب إيران لغم أن إيران قدمت تنازلات مهمة جدا يبدو أن الجانب الآخر لا يرى بأن مفاوزات سوف تعدي إلى توقيع اتفاقية جديدة وإيران سوف تكون ملتزمة بهذا الاتفاق إيران تواصل برامجة النووبية هناك تخصيب يورانيوم بدرجات آلية وعند الساعة عند اللهزة أنا أعتقد بأن إسرائيل ستدمر بتنسيغ مع الولايات المتادة الأمريكية المنشاعة النووبية الإيرانية فهكذا اختاروا وخيارهم الآن أسباب خيار العسكري وليس المفاوزات شكرا لك من لندن الدكتور علي نوري زادي رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية أعلن رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان سحب وساطته لإنهاء الخلاف بين قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية محمد زكريا للحدث إن اشتراط مجموعة المركز الاجتماع مع تنظيمات في الكتلة الديمقراطية على نحو منفرد أفشل مساعي البرهان مؤكدا في الوقت ذات تمسكهم بالحوار الشامل الذي يستثني حزب المؤتمر الوطني فقط وعلى صعيد المتصل كشف القيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول عن زيارة مرتقبة لوفود القوى السياسية السودانية إلى القاهرة نهاية الشهر الحالي لبحث إنهاء الأزمة السياسية في إطار المبادرة المصرية يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الأممي فولكر بيرتس شروع الآلية الثلاثية في التحضير لورشة خاصة باتفاقية جبل السلام ومن المقرر أن يغادر اليوم مفضل من المجلس المركزي للحرية والتغيير لجنوب السودان للقاء الرئيس سالفا كير من الخرطومة الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية أهلا بك نفهم أكثر بهالعملية المعقدي لماذا سحب البرهان وساطته من الحوار الجاري بينكم وبين الأحزاب الأخرى المبادرة أتت من السيد نائب رئيس رئيس مجلس السيادة وكذلك نائبه يعني الفريق أول محمد حمدان دقلو للتوسط بين الفرقاء المدنيين تأكيدا على تشخيص الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لأزمة الانتقال أنها مدنية شهدت الفترة الماضية اتصالات قير مباشرة من خلالها استطعنا أن نحدث اختراقات هنا وهناك وتفاهمات حول أرضية مشتركة لبعض القضايا وبالتالي رأينا أن ما تم الوصول إليه يحسن أن نجلس بشكل مباشر يعني ككتلتين لكي نشرع ونوقع على ما تم التوافق عليه وبالتالي تمت دعوتنا مساء الأمس بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة نحن في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وتم اختارنا في أن المجلس المركزي يشترط فقط الجلوس إلى حركة العدل والمساواة وإلى حركة جيش تحريرا للسودان وإلى الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل وأن يجلس حتى إلى هذه التنظيمات بصفة تنظيمية منفصلة وليس كمجموعة وهذا لا يتسق مع مبادئ الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي طرى في أن الحوار يجب أن يكون حوارا شاملا لا يستثني إلا المطمر الوطني من جانبنا بادرنا وشكرنا سيد رئيس مجلس السيادة على جهوده وأكدنا حرصنا وتمسكنا على الحوار باحتباره وسيلة للوصول إلى حل الأزمة السودانية ورفضنا الجلوس كتنظيمات مع مجموعة المجلس المركدي واستعدادنا للجلوس وقت ما تغير موقف المجلس المركدي حول هذه القضية طيب من الخرطوم أيضا معي رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي السوداني طبعا إمام الحلوم نعرف منك أيضا ما الذي جرى حتى يسحب البرهان وساطته مرحب بكم ورحب بقناة الحدث وحقيقة يعني شيء يعني لا يشأ وقف الوساطة يعني هو اتجاه في حاولة لتحسين العلاقة بين الكثرتين محاولة يعني مشكورة ولكنها أنا لا أعتقد أنه هي ذات جدوى منذ البداية والإعلان عنها ووقف المبادرة بشكل كده فيه حمولة سياسية قد ما تكون إيجابية وما حدث أنه محاولة تقريب وتشعة النظر بين الكثرتين والحديث عن أنه الكثرة المركزي أو الحرية التغييرية المجلس المركزي ترفض الجلوس مع الحرية التغيير الكثرة الديمقراطية هذا قرار غير سليم ما أنا أعتقد أنه يعني الشوار مفروض يكون يتصل ولا يحتاج إلى وساطة حقيقة بين أي بين الطرفين لأن القضايا قضايا وطنية أما موضوع التوقيع على الاتفاق الإطاري فهو معروف أن المبدأ فيه قائم على الوحدة السياسية والحزبية وغيرها ولكن التوسط الآن ما بين الكثرتين في قضايا وطنية سواء كان من المكون العسكري وهم مشكورين في هذا الاتجاه أو أي صفة أخرى في الغنة الداخلية أو خارجية أنا أعتقد أنها غير مفيدة وقد تزيد تعمق ما بين العلاقة ما بين الكثرتين ولذلك أنا لا أعطيها إمام كبير بوقف هذه الربادر أو مواصلة أنا أعتقد هذه الوساطات كلها لن تنجح طالما أنه في تعنت ما بين الكثرتين في جلوس الشوار وده مبدأ مفروض أنه هذه القوة تتفق عليه فأنه الشوار السياسي هو المطلوب الآن أكثر من أي شيء آخر ونحن يعني في المركزي بنطالب مدني أنا أعتقد أنه يا أستاذ أخي الكريم أنه الأزمة ما في توصل الاتفاق الأزمة مبدئية فيه هل الكتلتين وأنا أتحدث تحديداً مع الكتلة الحرية والتغيير الديمقراطي هل هي مؤمنة بخروج الجيش من السياسة ومن السلطة هل هم يطالبوا بمدنية الحكم المدنة ولا لا هذا أنا أعتقد أنه هذه واحدة من الإشكالات الأساسية وده تحتاج إلى توضيح موقفه رأيك أما المسالة التفصيلية فلا تحتاج إلى وساطة ألا أعتقد أنه هناك اختلاف كبير جداً ما بين القوى السياسية عموماً في التفاصيل ولكن الموقف الأساسي والمبدئي هو هل هذه القوى مؤمنة بخروج الجيش إلى أنا أسمع من الأستاذ محمد زكريا بخصوص ما تفضلت به أنه من أهم المشكلات التي تعوق الطريق أمام الوصول إلى تفاهمات هو مسألة إن كان الجيش يكون في معزل عن المسار السياسي أم سيبقى بطريقة أو بأخرى منخارطاً فيها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لديها وثائقها إعلان السياسي ولديها كذلك رؤيتها الدستورية وحتى في خطابها الإعلامي والسياسي ظلت تؤكد أنها مع التحول المدني والديمقراطي وإن ارتضت وارطأت المؤسسة العسكرية الخروج من مشهد الانتقال فهذا الأمر يجد منها كل القبول والرضى ولكن ليست القضية قضية المواقف من مكونات الفترة الانتقالية وماهيتها وإنما القضية في اشتراط مجموعة بعينها من المجلس المركدي على تصنيف استرارها على تصنيف التنظيمات وقبول تنظيم ورفض تنظيم آخر والاشتراط كذلك عدم الجلوس للتحالفات كتحالفات في إصرار لتشتيت وتفرقة وحدة القوة المدنية وهو بالتأكيد سلوك لا يتسق مع دقة الموقف الآن الذي نعيشه نحتاج أن نقدم تناظلات مثلما استطعنا أن نحدث اختراقات وتفاهمات حول قضايا عصية مثل قضية السلام وغيرها من القضايا في تلك الاتصالات غير المباشرة كان المأمول تتويت كل هذه التفاهمات بقبول الآخر هناك كذلك تحفظات ملاحظات على تنظيمات عديدة تم قبولها ضمن الموقعين على ما يسمى بالاتفاق الإطاري لماذا نكيل بميكيالين نقبل أطراف ثم نشترط عدم قبول أطراف أخرى هذه الوصايا لا تشبه الثورة السودانية ولا تخدم فاق الحالة الذي نرى أن استدامة الانتقال المدني يتأسس على قبول الآخر وعلى الحوار الشامل دون اشتراطات ونؤكد مرة أخرى نحن استعدادنا الجلوس لكافة الأطراف وسنعمل كذلك ونمد أيدينا بيضاء لمجموعة المجلس المركزي وكذلك سنلتقي بالسيد نائب رئيس مجلس السيادة لنشكره على جهوده مثلما التقينا بالأمس السيد رئيس مجلس السيادة في هذا الأمر ونأمل أن حزب الأمة الذي ينتمي إليه الأستاذ الله حلو يعمل من خلال المجلس المركزي للتسويق لهذا الرأي الذي سمعناه بقبول الآخر لأن ما نراه واقعا أن هناك أي آخر لم يقبلوه تقصد؟ المجلس المركزي تعمل على فرقة أي دكتور محمد أي طرف لم يقبلوه تقصد؟ لأنك تدعوهم لقبول الطرف الآخر الطرف الآخر هي الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بمختلف تنظيماتها تتشكل من 38 تنظيم هناك المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية هناك كيانا الشمال الموقع على اتفاقية جبل سلام السودان الحزب الاتحاد الديمقراطي الجفهة الثورية وعديد القوى السياسية والحزبية والثورية والمجتمعية وبالتالي هذه القوى لها صنوها كذلك في المعسكر المقابل ولا توجد مسوقات أو مبررات تعطي طرف أن يشترط ويحدد ويفرط رأيه في من يجب أن يجب أن يجب أو خلافه لإمام الحلو حتى يرد لما جئت به سيد محمد إمام سمعت وقال من ضمن ما قال أنه كأنه اتهمكم بأنكم ترفضون قبول الأطراف الأخرى في هذه العملية السياسية لا 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 هذا كلام أنا أعتقد أنه هو حجة وغير صحيحة ما فيه أولا أن إحنا الاتفاق الإطاري قد أنه كل القوى السياسية التحدد موقفه منه لأنه هو خطوة أساسية الكتل المركزي ما وقع في هذا الاتفاق الإطاري الأخوان الزملاء في الكتلة الديمقراطية كقوة سياسية يعلن أنه موافقين على الاتفاق الإطاري وإذا كان في جهة قالت نو منعتهم يجي رجع علينا لكن الكلام الإعلامي أنه منعونا من التوقيع أو في جهة قالت لا عاوزين نتحاور مع كده أو مع كده هذا كلام ما سليم ويعني إذا حدث تصريح من أحد القوى في المركز بهذا المعنى برضو غير سليم دحق موقف القوى السياسية في السودان أن تشارك في العملية السياسية عملية السياسية ليست حصرا لأحد أهداف واضحة جدا أن الجيش يخرج من السلطة السياسية والعملية السياسية ومش إلى السكنات يمشي ينوموا لا يقوموا بواجبهم في الدفاع عن الوطن والمهددات الداخلية والخارجية وحفاظ الأمن يجب أن يسروا في الموضوع دي أما القوى السياسية تتحاور ما في أي جهة بترفض أي جهة راغبة حقيقية في الأرض قوى السياسية ترغب في التوقيع على الاتفاق الإطاري وتمشي قدما بالعملية السياسية الاتفاق النهائي وإنها هذه المرحلة العطيبة مرحب بيو وإذا فيه كلام يكون محدد يكون محدد أنه والله نحن كقوة كحزب قدمنا عايزين نوكي على الاتفاق الإطاري ورفضنا بحجة أنه والله أنتوا غير مقبولين هذا كلام ما عنده أي أساسة عملية القوى المركزية لا ترفض أي جهة ما عدا المتمر الوطني والقوى المتحالفة معه لاستعادة سلطة شكرا من الخرطوم رئيس جهة السياسات في حزب الأمة القومي السوداني إمام الحلو ومن الخرطوم أيضا الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية شكرا لكم سودي الحدث متواصل فيه بعد الفاصل Human Rights Watch تصف القيود الإسرائيلية على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تشتيتا قاسيا للعائلات الفلسطينية كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشراد وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قسص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث دعت حركة النهضة للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية ترخيص للتظاهرات دون سواها قوات العام ستكون موجودة لأن هناك أطراف غايتها بثة الفوضى غايتها افتعال الأزمات هل نتحدث عن شكل مختلف بهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحضل لها اتحاد الشغل؟ هذو من الناس اللي قاعدة دمت الدولة السياسة والخاونة والأمالي ما عندهم مشبكات أكثر من تحرك احتجاجي أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبو للأسف يعني الاتحاد كنتم أخذك حادة عن دوره يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ حالة من الاحتقان احتقان دون قدرة على الحسم ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في ملفاتها المختلفة حذرت منظمة هومان رايتس ووتش من الإجراءات التي فرضتها إسرائيل مؤخرا على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية ولفتت المنظمة الحقوقية لأنه لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد المدرسين في الجامعات الفلسطينية أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلين أو تشتيت العائلات بقسوة وفق قوله هذا وعدت إسرائيل أن الإجراءات تهدف إلى توضيح آليات دخول الضفة الغربية وقوبلت الإجراءات الأخيرة بإدانات من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن من رامالله الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمة منصور عصمة أهلا بك ما معنى بداية هذه الإجراءات لأنه عندما تقول منع الأجانب هذا يشمل الفلسطينيين المجنسين يعني أمريكيا كنديا أوروبيا وهلما جرى بالفعل جيد أن نوضح هذه القضية أنه عندما نتحدث عن أجانب لا نتحدث فقط عن غير الفلسطينيين والذين تطالهم هذه الكيود هناك آلاف الفلسطينيين الذين لا يوجد لديهم هويات أو محرومين من الحصول على هويات في الأراضي المحتلة ولديهم جنسيات غربية أو أخرى من دول أخرى هؤلاء ينظر لهم على أنهم أجانب رغم أنهم امتدادات عائلية وربما جزء منهم لديهم أعمال في البلاد وأراضي وأملاك ولكن يمنعون الدخول أو تقيد فترة دخولهم بفترة زمنية محددة وهذا بالفعل يمس وحدة ولمش من هذه العائلات واجتماعها وحياتها الطبيعية وتواصلها وأيضا يمس الكدرة على التواصل مع الشعب الفلسطيني والتفاعل معه وأيضا يمس المجال الأكاديمي والمجالات الأخرى التي لها اتصال مع العالم والتي يفترض أن تكون مفتوحة للجميع ونقطة أخرى أن هذا جزء من منظومة الضبط والسيطرة التي تمارسها إسرائيل على الضفة الضفة يفترض أنها أراضي محتلة وأنها ليست هي من يتحكم بمن يدخل إليها ومن يخرج ولكن هي تحاول أن تفرض أمر واقع وكأنها هي السيادة والسيطرة الوحيدة على الضفة وكأنها أراضي إسرائيلية طب هو من الأساس لماذا أقدمت إسرائيل على هذا الإجراء يعني مثلا نعرف أنه في الجامعات الفلسطينية الكثير من المحاضرين يعني سواء بروفيسور أو من هذه الفئات غير أنهم من أصول فلسطينية لا نتحدث عن يعني غربيين يذهبون إلى هذه الجامعات نتحدث عن ناشطين أوروبيين يأتون لتضامن مع الفلسطينيين لمنظمات حقوقية توثق الانتهاكات حق الفلسطينيين هل هذا الإجراء كله لمنع هؤلاء من كشف ما يجري في الأراضي المحتلة هذا شك وربما هو الشك الأهم أن إسرائيل تريد أن تتحكم بشكل كلي بمن يدخل وأن تتحكم ماذا يتم رصده وكيف تتم العملية هذا جزء من الموضوع لكن جزء آخر هو عملية حصار وإغلاق للضفة وعزلها عن العالم وإضعاف منظومة التعليم فيها والمنظومة الأكاديمية وحتى المنظومة المجتمعية والاقتصادية وحالة التواصل والتفاعل مع العالم بهدف إفراغها وبهدف تجسيد نظام الأبرتايد المفروض فيها وعدم الاعتراض أي معيقات يمكن أن تقف في وجهها في هذا الأمر ولاحظ أن الإجراءات بدأت تظهر بشكل أكثر صراحة وأكثر فجاجة وأكثر تحكما ومباشرة في التعامل مع غير الفلسطينيين إسرائيل تفرض نظام أبرتايد ولا تريد لشيء أن يقف في وجهها في هذا النظام أو يفضح ممارساتها في هذا النظام وأيضا هي تريد أن تضعف المجتمع الفلسطيني وتدفع نحو الإنغلاق وربما الهجرة مستكبلا هذه المخططات تطبق نظام الأبرتايد بشكل كلي هذا مقلق أيضا من الناحية الاقتصادية أصمت مثلا مدينة بيت لحم التي تعني لمئات ملايين الناس حول العالم مهد المسيح عليه السلام هذه المدينة تنتظر المناسبات الدينية من أجل أن يكون في حركة سياحية غربية وغير غربية لزيارة المدينة هذا الإجراء بالتالي قد يشمل حتى دخول هؤلاء السياح إلى المدينة هذا يشمل بالفعل هذا يؤثر على الاقتصاد يؤثر على السياح يؤثر على المجال الأكاديمي ولكن حتى في المجال السياحي من يأتي من خلال الجانب الفلسطيني أو من خلال المعابر التي بين الأردن وفلسطين يتعرضون بشكل حقيقي لهذه التضييقات ويمنعون وهذا يؤثر هي تريد أن من يأتي للسياحة أن يأتي من خلال مطار بنجريون ومن خلال المسارات السياحية التي ترسمها إسرائيل ويقيمون في الفنادق الإسرائيلية وتكون زياراتهم لبيت لحم فقط لساعات ولأغراض العبادة وتأدية أطقوس الدينية بحيث لا يستفيد الاقتصاد الفلسطيني منهم أي شيء ويبقى مصار السياحة متحكم به بشكل كل إسرائيليا هذا جزء من عملية التضييق والاستحواذ حتى على الموارد الفلسطينية وأماكن العبادة التي تتواجد في الأرض الفلسطينية أن لا يكون مردودها عائد للفلسطينيين بل أن تستفيد منها إسرائيل هذا إذا كنا نتحدث عن الشكل الاقتصادي وما يتعلق بالسياحة أما القضايا يتعلق بالنشاط من يأتون للتضامن هذا حصار كأنه فرض حصار بدل ما يكون حصار خرساني هذه المرة اسمنتي باطوني أقصد على غرار الجدار العازل حصار كان بشري الآن كيف يجب أن يواجه فلسطينيا هذا فعلا هو حصار كلي العزلة التي تحدث عنها تكرير Human Rights Watch حقيقية وهي فعلا تعزل الأراضي الفلسطينية عن العالم وتجعلها مغلقة أنا أعتقد أن مواجهته يجب أن يتم من خلال إجراءات أولا السلطة أن تثير هذا الموضوع وأيضا على الدول دول العالم والمنظمات الإنسانية أن تتدخل في هذا الأمر إسرائيل تدير ظهرها لكل الاعتبارات القانونية والسياسية والأخلاقية وتصرف بشكل منفرد في هذا الموضوع نحن كفلسطينيين للأسف لا نستطيع التحكم في المعابر هو بشكل كلي ومطلق من كبل إسرائيل وبالتالي لا نملك في هذا الأمر سوى أن نرفع صوتنا أن نحتاج أن نتواصل مع العالم وبوابنا مفتوحة لكل من يريد أن يتضامن معنا أن يدرس في جامعاتنا أن يزور بلادنا المشكلة بوابك مفتوحة لكن مع المفتاح الاحتلال لا تمتلك أدوات وهذا بالضبط ما أردت أن أقوله أن المعابر المفاتيح بيد إسرائيل الذي يتحكم بها هو إسرائيل وبالتالي هذا يجعل يدها العليا وما لم يكن هناك تدخل دولي وضغط حتى من هذه الوفود والشخصيات التي تريد أن تأتي ومن خلال دولها وسفاراتها ومن خلال منظومات قرونية لن يكسر هذا الحصة شكرا لك من رام الله الباحث في الشان الإسرائيلي عصمة منصور انتهت ساعتنا الأولى من السوديو الحدث فتحنا فيها عددا من الملفات دقائق معدودات ونبدأ ساعتنا الثانية على أن نفتح فيها ملفات أخرى مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناسه في قرارات قادة وفي مصائر دول لأن لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصل؟ قضية ستدح مدح ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى مش هنقدر نحن بيها تمر هذه الكلمة مرول الكرام إيران فيها مشاكل عدة وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان أنا شعب لدي شعب أنا كل شعب معصوري في اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والصورة مستمرة سير تنسقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات جديدة ظهر اليوم القوات الشرطية فرقت هذه التظاهرات بعد أن تجمعت في محطة باشدار هناك ضح قواته في الشكل الوظيفي بالنسبة لحياة كل الدولة أعتقد أن هناك فيما يبدو وضع جديد من في هذه المشاورات الأمور ما زالت تراوح مكانها دون أي تقدم رغم كل المبادرة التي قدمت الحديث عن مبادرة يجب أن يكون لهذه المبادرة هدف واضح ورئيس المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لم يصدر بيان يبين موقفه النهائي من هذه الوثيقة هل هناك توافق بين الأحزاب السياسية على هذه الخطوة من حزب الأمة أم ستبقى مرحلة الانسداد السياسي في المكون المدني مستمرة الأزمة السياسية في سودان تطاول عمدها وأصبح الشعب السوداني يعاني كثيرا الأزمة هي كبيرة ما في الشك وعندها مسببات كثيرة ظلت هذه الأحزاب عاجزة عن الوصول إلى التفاهمات إلى أي منزلقات أخرى سينزلق السودان في هذه الحالة في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار الانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهداً تشكل خبراً تصنعوا حدثاً يواصل إيرانيون انتفاضاتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش خامني آجز هل يعيد الناس أم يعيد ملتجيتي؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامناً مع قضية الشابة مهسأ مينيش الدور الخارجي هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنكار التي عشها النظام الإيراني هي الفخ الذي يصبه لنفسه يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل نظام الإيراني؟ الوجع لا يعرف هوية الموت ليس له بوصلة والحروب لا تترك خلفها إلا القصص وأناساً بلا علاوين قاضي التحقيق في انفجار بيروت يدعي على مسؤولين قضائيين وترقب لمثول المسؤولين الرفعين أمام القضاء الغرب يكثف عقوباته على نظام إيران وطهران ترد باعتقال الصحفيين والتمسك بالرهائن مزدوجين جنسية تقرير الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من تدهور العلاقات مع الولايات المرتخلة ويبقي على إيران كالتهديد الأخطر البرهان يسحب وساطته لإنهاء الخلاف بين الكتب الديمقراطية والمجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان أزمة الدولار تسرع زيارة السودان إلى واشنطن والداخلية العراقية تلاحق مصادات التهديد أهلاً بكم إلى ساعتنا الثانية من السودان حدث نفتح فيها أيضاً عدداً من الملفات حذر معهد الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب من تدهور علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وفي تقريره السنوي الاستراتيجي حذر التقرير من أن خطوات الحكومة الحالية بقيادة بنيام نتنياهو قد تمس الدمقراطية وأشار التقرير إلى التهديد الأكثر الحاحن بالنسبة لإسرائيل هو إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية فيما لا زال التهديد الأكثر خطراً يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عندما نتحدث عن علاقات أمريكية إسرائيلية فهذا بمنزلة العلاقات الوثيقة خاصة على الصعيد الأمني والإستراتيجي لكن الآن الإسرائيليون أنفسهم يتحدثون عن تداهور ربما في هذه العلاقة فالثابت في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الوثيقة أن الدعم الأمريكي لتل أبيب منقطع النظير مهما تبدلت الإدارات والحكومات في كلا البلدين فهل يتغير الواقع هذا؟ مع تشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل بقيادة بنيام نتنياهو سؤال يتردد صداه مرتين ثلاث مرات وأكثر في إسرائيل كما في الولايات المتحدة يجيب التقرير السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب ويقول بأنه يعد الآن أكبر تهديد استراتيجي وأمني تواجهه إسرائيل في الوقت الحالي هو فيما له علاقة بإمكانية تدهور علاقاتها مع الغرب وتحديدا الإدارة الأمريكية بحسب التقرير فمن شأن الخطوات التي قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية لما يمكن وصفه بتقويض الديمقراطية وإضعاف الجهاز القضائي يمكن أن يعرض ذلك على قاتل أبيب مع واشنطن للخطر وبالتالي الإضرار بالأمن الإسرائيلي على المدى القريب أما بالنسبة للتهديد الأكثر إلحاحا بحسب التقرير نفسه يتعلق بانهيار السلطة الفلسطينية وللتصعيد الأمني في الضفة الغربية المحتلة الذي قد يلحق به فتلك مسألة لا تشكل تهديد الأخطر بالنسبة لإسرائيل لكنها الأكثر عرضة للانفجار خلال المرحلة الحالية خصوصا في ظل الاضطرابات المتزايدة على المستوى الفلسطيني وبالحديث عن التهديد الأخطر الذي تواجهه إسرائيل فهو متعلق بالبرنامج النووي الإيراني طبعا وفقا لتقرير الأمن القومي الإسرائيلي هذا بالإضافة لتراجع الاهتمام الدولي بالملف النووي الإيراني لصالح ما يجري في أوكرانيا والتهديدات القادمة من روسيا والصين واقع متغير يترك دول المنطقة عمليا للتعامل بمفردها مع تهديد نووي إيراني ناشئ وعدوانية إيرانية كما يصف تقرير معهد الأمن القومي وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إن منع إيران من الحصول على السلاح النووي يجب أن يكون هدفا مشتركا لإسرائيل والولايات المتحدة مشيرا إلى أن الخطر الذي تشكله إيران على العالم والمنطقة يتمثل باستمرار طهران في تطوير السلاح النووي وفي وقت يتزايد فيه التوتر بشأن برنامج إيران النووي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدأ تدريب مشترك مع الجيش الإسرائيلي في شرق المتوسط وقالت القيادة في بيان إن التدريب يعزز استعداد القوات ويؤكد التزام واشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط وذكر البيان أن التدريب يشارك فيه أكثر من 140 طائرة من بينها قادفات بي 52 الاستراتيجية وطائرات F35 و12 قطعة بحرية وراجمات صواريخ وغيرها من تل أبيب المحلل العسكري الإسرائيلي إيال عليمة إيال أهلا بك نبدأ من تقرير محد الأمن القومي الإسرائيلي وعادة تقرير من هذا القبيل تأخذ على محمل الجد يعني من يشرف عليها هم الخبراء في المجال الأمني الاستراتيجي الاستخباري هل فعلا الحديث الآن عن توتر وإن كان لا يفصح عنه بس موجود حقيقة بين تل أبيب وواشنطن نعم يبدو أن هذا التوتر أولا موجود ولكن ربما التقرير يشير إلى بعض القضايا أو بعض التلمحات التي قد تزيد وربما هذا هو الخطيرة في التقرير بعض الأمور قد تكون إنعكساتها بعيدة المدى على سبيل المثال التقرير يشير إلى تعزيز التيار داخل الولايات المتحدة الذي يمس أو يشك بشرعية دولة الصهيل ويعتبر الصهيونية حركة استعمارية هذا التغيير قد يكون له وزن كبير بالنسبة للمستقبل بالنسبة للتوجهات المستقبلية ليس فقط للإدارة الأمريكية الراهنة وإنما داخل الولايات المتحدة إلى جانب ذلك ما يشير إليه التقرير بعض التطورات التي تحدث عمليا على أرض الواقع وتغذي هذا التيار خاصة فيما يتعلق بالخطوات أحدية الجانب باتجاه السلطة الفلسطينية أو الفلسطينين الذي هذا الأمر يغذي هذه الشعور ويعزز الأراء التي تشق في شرعية دولة الصهيلة بشكل طريقي من الجانب الآخر هناك أشرت إلى بعض التغييرات في الداخل الإسرائيلي في طابع النظام الديمقراطي الإسرائيلي وهذه القضايا أيضا أولا تسير القلق في الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن ولكن بغض النظر عن ذلك هذا الأمر يبعد إسرائيل عن المعسكر الديمقراطي الغربي وقد يكون له تأثير بعيد المدى بمعنى أن إسرائيل ربما تبتعد عن هذا إيال بس ماذا تقدم تل أبيب إذن على كل هذه الإجراءات إذا كانت النتائج يعني معروفة أنت تقولها وغيرك يقولها ومئات آلاف الإسرائيليين يقولونها الآن ونتذكر قبل أيام التظاهر الألفي عشرات الآلاف نزلوا إلى الشوارع للتظاهر ضد سياسات بن يامين نتنياه وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة إذن مخاوف من انهيار السلطة مخاوف من توتر العلاقة مع الغرب مع الولايات المتحدة مخاوف من إيران طب إذن لماذا تفعل كل هذه الإجراءات بالتحديد هناك توصيات بغض النظر عن المشاعر في الجمهورة الإسرائيل هناك توصيات واضحة يشير إليها هذا التقرير وكل هذه التوصيات تعارض سياسة الحكومة الراعنة هذا هو القلق الكبير في نهاية الأمر الحكومة تتجه في مسار يغدي هذه المخاوف وهذا القلق لماذا هناك أسباب مختلفة ربما كما يرى البعض على رأسها الأسباب الشخصية لمحاولة نتنياهو التملصة من لوائح الاتهام التي لا تزال بحاجه وربما هذا هو السبب الأكبر من هذه الناحية هناك بعض المشاعر وكأن نتنياهو مستعد لأن يضحي المصالح الإسرائيلية مقابل المنافع الشخصية ولكن مهما كانت الأسباب وبغض النظر عن ذلك الحقائق واضحة ومعروفة إذا أشرنا إلى توصيات هذا التحقيق وهذا التقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي تعارض تماما ما تتجه إليه الحكومة في كل المجلات في كل القضايا سواء كانت القضايا الداخلية الإنقلاب القضائي الطابع الديمقراطي الخطوات ضد السلطة الفلسطينية التي تتخذها هذه الحكومة ربما القرارات الأولى التي اتخذتها كانت معاقبة السلطة الفلسطينية وذلك في حين ليس فقط التقرير أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن بقاء السلطة الفلسطينية هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى في مثل هذه الظروف لا بد من أن هناك تناقض واضح بين سياسة الحكومة وربما بين ما ينبغي على إسرائيل أن تفعله طب لو تخيلنا المشهد التالي مثلا خلينا نقول انهارت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتالي ستعود إلى الحكمة ما قبل السلطة يعني باحتلالها ويجب أن تدير شؤون يعني الشعب والسكان الذين تحتلهم صحيح بالتالي لا يمكن لا يمكن أن تجد بديلا على غرار ما كانت تسعى إليه في السبعينيات مثلا روابط القرى على سبيل المثال إذن أضافت إلى نفسها يعني خطرا آخر وهي تركز اهتمامها على الموضوع النووي في طهران وبالتحديد هذا ما التقرير لو أردنا أن نتركز فيما يشير إليه هو الخطر الاستاتيجي الأكبر بالنسبة للسلطة الإنجرار أو الإنزلاق إلى دولة واحدة بمعنى أن تعود إسرائيل إلى مناطق الضفة الغربية بشكل كامل كما كان الأمر قبل تشكيل السلطة الفلسطينية أن يتم هناك حكم أفارتايل تمييز واضح أنصر بين المواطنين الإسرائيليين وبين سكان الضفة الغربية استنكار وشجب من قبل المجتمع الدولي عزل إسرائيل سياسيا كل هذه السيناريوهات قابلة لأن نتحقق إذا ما وصلت إسرائيل لهذه السياسة لا بديل آخر إذا ما انهارت السلطة الفلسطينية إسرائيل سوف تضطر إلى إعادة احتلال مناطق الضفة الأربية دعنا نشير إسرائيل اليوم هي الجهة المحتلة ولكن السلطة الفلسطينية ربما قد تكون ورقة التينة بالنسبة لإسرائيل التي تغطي الاحتلال الإسرائيلي القائم ولكن إذا ما انهارت هذا يعني ضم المناطق الضفة الأربية إلى إسرائيل وهذا ما يحضر منه طيب هو انتهى الوقت بس أنا بدي أخذ كمان دقيقة ونصف ارتجالا اللي أسأل أنه ممكن أن نضيف إلى موضوع هذا التقرير مخاطر من ما قد يحصل داخليا يعني اليوم فيه أصبح عداء واضح بين اليمين الديني المتطر في إسرائيل ومثلا الطبقات العلمانية أو على الأقل غير المتدينة في إسرائيل بلا شك هذا الخطر قائم استمعنا خلال الأيام الأخيرة إلى المخاوف إلى درجة اندلاع حرب أهلية ربما هذا قد يكون من بين السيناريوهات الأقصى في هذه المرحلة ولكن الاحتكاك الداخلي في المجتمع الإسرائيلي الابتعاد بين شرائح المجتمع الإسرائيلي كل هذه التغييرات الاجتماعية فجأة خلال السبيع الأخيرة قد اتضحت بوضوح ربما كان قبل ذلك نوع من القاسم المشترك الذي غطى على هذه الفجوات وهذا القاسم ربما لم يعد قائما في الظروف السياسية الرائنة من تل أبيب المحلل العسكري الإسرائيلي أيال عليمة شكرا لك سوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل الداخلية العراقية تكشف للحدث إغلاقها عشرات مكاتب الصيرفة تتلاعب بسعر صرف الدولار وتفكك شبكات لتهريب النفط وبعد مباحثات مدير CIA في القاهرة مصادر الحدث تكشف عن رغبة أمريكية مصرية لحكومة توافقية في ليبيا موسيقى موسيقى ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما الروسية لن تنسعد من سوريا ولكن لن تعيد عادة تموضع هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي موقف وزير الخارجية الروسي هو لو أغضر هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية يستجيب قسط بشكل جدي للتهديدات التركية هناك قوات سورية تشايد الروسية من فبولة الروس النوام مستعد أن يقسم سوريا كل حتى يبقى موضوع أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن هناك عشراس رفض من مهجري عفري التي تفضل عليها القوات التركية هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أمقرى في الشمال السوري ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة ماذا عن النظام ودور النظام نتحدث هنا عن أراضي سوريا يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث ما زلنا في ساعاتنا الثانية من السوديو الحدث في الملفات المختلفة كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في حديث خاص للحدث بأن الوزارة شنت بالتعاون مع مفارز خاصة من البنك المركزي حملات ضد المكاتب غير الرسمية والقانونية والمصارف التي تشتري الدولار بالتسعيرة الرسمية وتبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وأوضح اللواء خالد المحنى بأنه ألقي القبض من قبل مفارز الجريمة الاقتصادية على بعض المضاربين بالدولار وأغلق أكثر من مكتب صيرف غير رسمي لاحتكار الدولار الذي يعاقب عليه القانون وفيما يتعلق بمطاردة مافيات تهريب النفط في العراق أكد المحنى بأن وزارة الداخلية شنت حملات اعتقال ومطاردة ضد شبكات تهريب النفط واعتقلت عشرات المتورطين بتهريب النفط في أنحاء متفرقة من البلاد وكشف أن وزارة الداخلية باتت قريبة جدا من السيطرة على عمليات تهريب النفط وتفكيك الشبكات المتورطة بهذه العمليات هذا ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين واشنطن كلنا على حدة في وقت قريب لبحث أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين زيارة حسين سوف تتركز على بحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لسيما مع تجدد المطالبات بإخراج القوات الأجنبية من العراق وبالإضافة لملف العملة الملح وأشار وزير الخارجية العراقي في وقت سابق إلى أن السوداني سيزور الولايات المتحدة لبحث هذا الملف مؤكدا أنه على تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وعن الملفات التي يمكن أن يبحثها السوداني مع الإدارة الأمريكية بشأن أزمة الدولار رجحت مصادر بأنه سيطلب مهلة من الأمريكيين لمدة معينة لكي ينتقل العراق إلى الآلية التي يريد البنك الفيدرالي الأمريكي للعراق اتباعها في العراق إذن الأزمات متتالية الحديث الآن أيضا والذي يعني يقض مضاجع الكثير من العراقيين هو العملة العراقية الدينار وسعره المنهار أمام الدولار أمام استمرار تدهور البلد اقتصاديا والذي زاد طبعا من حدته الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر بات الطهران في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العملة الصابع طوال سنوات لجأت إيران لاستخدام شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على حاجتها من الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية وتمويل وكلائها كما أنها تستعين بشبكات مهربين يشترون الدولار من أسواق العملة في بغداد لنقلها إلى الحدود تحت حماية مسلحين بحسب ما كشفه عقيد في شرطة الحدود العراقية لصحيفة الشرق الأوسط ومن هنا بدأت واشنطن في فرض شروط على البنوك العراقية للإفصاح عن التعاملات بالعملة الصعبة وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين مع إمكانية اعتراضها على طلبات النقل المشبوحة هذا الإجراء واحد من جملة القيود التي فرضتها واشنطن مؤخرا على بيع الدولار للعراق فإلى أي مدى يمكن أن تتأثر طهران من تلك القيود يقول مسؤول مالي عراقي للشرق الأوسط إن الهدف من القيود الأمريكية سياسي صرف لمنع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج مشيرا إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بمعاملاتها المالية الرسمية مع العراق من دون أي تأثير وأن الدور الوحيد الذي تحاول إيران لعبه في أزمة الدولار يضيف المسؤول أضرار مجموعات شيعية خسرت كميات من الدولار جراء القيود الأمريكية مشيرا إلى أن قادة الأحزاب النافذة في العراق يظنون أن تقييد الدولار المتداول محليا جاء بسبب مخطط أمريكي لإطاحة حكومة الإطار التنسيقي مستشار حكومي سابق قال إن قادة أحزاب شيعية تواصلوا مع دوائر في طهران لإقناعها بأن أزمة الدولار تستهدف الأمن القومي الإيراني إلى جانب أن جزءا من تهريب العملة الصعبة يذهب لصالح جهات مرتبطة بها في دول مثل سوريا واليمن ولبنان أمام هذا الوضع يبدو أن رئيس الوزراء السوداني بات بين مطرقة الضغط الأمريكي وسندان الجماعات المدعومة من إيران التي أوصلته للسلطة فهو لا يريد استعداء هذه الجماعات من جهة وبالتالي غض الطرف عن نحو مئة مليون دولار تتدفق شهريا لإيران من تجار عراقيين من جهة أخرى لا يريد تعريض عائدات نفط بلاده للرقابة المالية الأمريكية في حال مخالفة قيودها هذه النافذة نافذة بيع العملة فيها هدر وفيها أموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة تهريب غسيل أموال شتى التهم والتحليلات وأغلبها صحيح ليس في إطار التهمة كنا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين على تفسير أنه ما الذي يستورده العراق يوميا حتى يبيع 300 مليون دولار من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي أهلا بك دكتور حسين هل يمكن القول الآن أن الحرب الفعلية بدأت على مافيات الدولار مافيات النفط ولهذا السبب بدأنا الآن نسمع وفي تصريحات رسمية إغلاق شركات صرافة حتى ملاحقة وإلقاء قبض على عصابات تهريب النفط مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد خطة السيد رئيس وزراء السيد محمد الشيعة السوداني تهدف إلى عادة تنظيم الاقتصادي العراقي والتحريكي الاقتصادي الحقيقي وكذلك مكافحة الفساد ومكافحة أشكاله ومظاهره وبدأ بشبكات تهريب النفط وكان هناك نجاحات كبيرة للقوات الأمنية وبيشرافة طبعا القادة العام للقوات المسلحة السيد محمد الشيعة السوداني حققت نجاحات كبيرة وأعطت للمواطنين رسائل مهمة خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة العراقية بالإضافة إلى قضية حوكمة النقد الأجنبي في العراق من خلال مزاد العملة التابع للبنك المركزي العراقي عملت الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي على عملية الامتثال على عملية كذلك حزم وقرارات مهمة وكبيرة في تعريف الزبون وكذلك الزبون الأخير الذي يستلم الدولار وهو العملة الصعبة ولذلك سيد رئيس وزراء في إطار الآن حديثي في وزارة التجارة حقيقة وفي هذا الموضوع على وجه الخصوص يشير إلى الخطة الجديدة للحكومة العراقية وهي خطة تحريك قدرة الدينار العراقي ودورة الاقتصادية للدينار العراقي أمام العملات الصعبة لأن الدينار العراقي الآن هو دينار قوي مغطى بعملات أجنبية بعائدات النفط الكبيرة وكذلك بالاحتياط النقد الموجود في البنك المركزي وكذلك الذئب لكن بالمقابل يحتاج إلى الآن إلى تحويله إلى حركة اقتصادية يشعر بها الجميع يتشارك بها الجميع سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وكذلك الاستثمار الأجنبي وهذا بالتالي ما سيحرك فرص العمل للشباب وكذلك لأي شخص يريد أن يدخل إلى سوق العمل خلال المرحلة المقبلة طيب في هذه الحالة هذه الشركات أو هذه المكاتب يعني ما هي تابعة لأحزاب لها نفوذ كما يقول الراقيون يعني مش أنا كيف يمكن يعني الحد يعني أكيد هو قانون أتفضل أتفضل لا لا أتفضل يا سابق لا انتهى السؤال أكيد التقطت وفهمت معناه أتفضل كم لا أكيد هناك الآن إعادة تنظيم الاقتصاد العراقي تنظيم مساراته على مدى عشرين سنة نتيجة الحرب على الإرهاب ومحاربة ثلاثة أجيال للإرهاب تثبيت استقرار الدولة تثبيت السيادة الوطنية تثبيت كذلك بالمقابل سلطة القمارق والمنافذ الحدودية وكذلك بالمقابل عائدات الاقتصاد العراق التي تأتي من مسارات متعددة توازي قطاع النفط والطاقة هذا ما جعل الآن السيد رئيس وزراء في إطار المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الذي جله يذهب باتجاه تطوير قدرة الاقتصاد العراقي على التنمية والذهب في مرحلة ما بعد الحرب كون الحرب على الإرهاب قد انتهت بصورة كبيرة جدا هناك فلول محليين تطاردهم القوات المحلية العراقية والقوات الأمنية لكن بالمقابل هناك مسار آخر وهو المواطن الذي نجد أنه 63% من الشباب الآن يريدون فرص عمل يريدون تطوير الاقتصاد العراقي يريدون أن تتحرك الحياة العامة نحو بناء مسارات جديدة لحياتهم وهذا بالتالي متطلب أساسي أمام الحكومة العراقية وأمام الوزارات العراقية في الذهاب به وهذا بالتالي ما جعل السيد رئيس وزراء يركز الآن على تطوير المنصة الخاصة لدى البنك المركز العراقي وعملية امتثال الشركات وكذلك المؤسسات والمستورد العراقي الذي لا بد أن يقدم كل الأوراق الأساسية في حال استيراده مواد من خارج العراق وبالتالي على أساسها يقبل البنك المركزي العراقي هذه الأوراق وكذلك بالمقابل توفير الدولار إلى المواطن العراقي وتقليل الضرر على المواطن العراقي من خلال حزم الحماية الاجتماعية وكذلك بالمقابل السلات الغذائية التي توزع من قبل وزارة التجارة وكذلك بالمقابل توفير فرص عادلة للجميع بالحصول على الدولار وهذا ما يعمل عليه سيد رئيس وزارة سوى حتى مع التجار الصغار الذي يوفر لهم نافذة موجودة وكذلك تحسين السياسات الضريبية وسياسات إدخال المواد الأساسية إلى العراق كون القطاع الخاص العراقي يحتاج إلى بعض التسئيلات وهو ما طالبوا به السيد رئيس وزارة واستجاب السيد رئيس وزارة وكذلك الإجراءات الحكومية وهو ما ستكون هناك حزم للقرارات خلال هذه المرحلة من عملية تأهيل حقيقة قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد وإحداث دورة اقتصادية حقيقية للدينار العراق طيب زيارة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة كم يراهن عليها في موضوع إذن بحث الموضوع الاقتصادي وتوفير الدولار ولكن كما تعلم المخاوف الأمريكية أن يكون الكثير من هذه الدولارات لصالح طهران لا أكيد هناك تفاهم الآن بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية وكذلك البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركز العراقي بهذا الموضوع من أن سياسات الحوكم التي يتباح البنك المركز العراقي هي سياسات ناجحة وأصبحت فعالة وأصبحت على أرض الواقع وكذلك هناك تفاهم من قبل الجانب الإيراني لوضع العراق وحالة العراق وبالتالي مسارات هذه الزيارة المقبلة حقيقة للسيد رئيس وزراء تسير باتجاهين اتجاه أنه تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك ملفاتها وكذلك بالمقابل شرح وضع العراق الذي قد يكون وضع ذو خصوصية في ظل وضع مالي لدول محيطة بالعراق تعاني من مشاكل وتحديات لكن بالمقابل العراق له بوصلة أساسية وهي أولويات الشعب العراقي والمصلحة الوطنية العليا للدولة العراقية وهذا بالتالي ما يجعل مسارات التفاهم ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية واضحة جدا أنها تسير باتجاه إيجابي فعال جدا وممتاز وبالتالي ينعكس إيجابا كذلك على الاقتصاد العراقي وعلى قدوم الشركات الأمريكية وكذلك حركة العلاقات التجارية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من جهة والعراق ودول الجوار إن كانت من حيث الاستيرادات وتقطيته المالية وهي التزامات السيادية من قبل الحكومة العراقية في تزديد الديون الخاصة مثلا بالغاز وإلى آخره من الجانب الإيراني أو غيرها من المستوردات التي نستوردها سواء من المملكة العربية السعودية أو الكويت أو الأردن أو كذلك تركيا أو غير حقيقة من الدول التي لدينا تجارة خارجية معها شكرا لك من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي أثار رفع أحد لاعبي المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم صورة لنائب رئيس ميليشيا الحجد الشعبي السابق أبو مهد المهندس خلال مراسم الاحتفال بفوز المنتخب بكأس خليجي 25 في هيئة الحجد أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل أعرب متصفحون عن خيبة أملهم بشأن المنتخب الذي كان يجب أن ينقى بنفسه عن السياسة والتجاغباتها أفادت مصادر الحدث بأن رئيس المنطقة خبرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أجرى مشاورات أمنية مع مسؤولين مصريين في القاهرة عن التطورات المتعلقة بالأزمة في ليبيا وأكدت المصادر أن بيرنز عبر عن رغبة الولايات المتحدة في وجود حكومة توافقية في ليبيا تدير ملف الانتخابات وأكد أن واشنطن ستفرض عقوبات على كل من يعطل العملية السياسية في ليبيا ويقوض استقرار الأوضاع فيها مصادر الحدث أفادت بأن هناك اتفاق بين القاهرة وواشنطن على ضرورة وضع جدول زمني لتفكيك أسلحة الميليشيات المسلحة من القاهرة دكتور عماد جاد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا ومستشار مركز الأهرام أهلا بك هل نتحدث عن رؤية متقاربة بين الولايات المتحدة ومصر بخصوص إيجاد حل لما تمر به ليبيا والأزمات التي تعصف بها أعتقد بالتطورات التي تمت خلال زيارة ويليام بيرنز للقاهرة نستطيع أن نقول أنه للمرة الأولى بيكون هناك نوع من التوافق العلني والالتزام الواضح من جانب الإدارة الأمريكية ممثلة في مدير السي اي اي توافق علني بين واشنطن والقاهرة على أسس الحل في ليبيا أتصور أن الدبيبة حاول أن يستغل الملف الذي أغلقه والخاص بلو كيربي لكي تتعاطف معه الإدارة الأمريكية وتتعاطف معه باعتباره هو الحكومة الشرعية ورغم أنه قام بتسليم مواطن ليبي لواشنطن وكان يرغب في تسليم المزيد إلا أن ذلك لم يشفع له وبالتالي تصريحات وليام بيرنز وما تسرب من لقاءاته تؤكد على الفكرة المشتركة بين القاهرة وعدد من العواصم العربية الرئيسية وهي التجاوز الموقف من خلال تجاوز الحكومتين المتنازعتين الآن في الشرق والغرب والاتفاق على جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية هذه الحكومة تقوم بترتيب الانتخابات لا دبيبة ولا بشأغة حكومة جديدة يتم التوافق عليها والأهم من ذلك كله هي رسالة بيرنز التي أكد فيها أن الطرف الذي سوف يعرقل هذه الترتيبات سوف تعرض لعقوبات أمريكية وربما أيضا عربية وبالتالي أتصور أنه لو تم السير في هذه الخطوة أتصور أننا بس أين تركيا؟ يعني تركيا لها دور فاعل نافذ جدا في ليبيا هل يمكن أن نتخيل أن رؤية أمريكية مصرية كافية؟ أم أنه لا بد أيضا من التفاهم مع أنقرة؟ طبعا يعني أستاذ محمد النقطة الأساسية أن تركيا وزنها في وجود حكومة الدبيبة مضبوط وبالتالي لا ننسى أن المحكمة المحكمة الليبية أصدرت حكما بتجميد وعدم الاعتراف بالاتفاقية التي توقعها الدبيبة مع تركيا الموقف التركي برحيل الدبيبة سيضعف أيضا المكونات الخاصة بالاتفاق ستكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية النقطة الثالثة أن هناك قنوات خلفية مصرية تركية وأيضا هناك اتصالات أمريكية تركية تركيا تريد طائرات F-16 محولة 20 مليار دولار ووزير الخارجية التركي سيزور واشنطن وبالتالي سيتم التفاهم مع أنقرة لكن دون أن يكون لها القدرة على فيتو أو على خلط الأوراق لأن من مصلحتها التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مصر لا سيما وأن الموقف المصري هنا لا يعبر عن مصر وحدها بل يعبر عن موقف عدد من الدول العربية الرئيسية وعلى رأسان المملكة العربية السعودية والإمارات طيب عندما يقال مسألة تفكيك الجماعات المسلحة ربما هذا أهم وأعظم تحدي يواجه أي رؤية سياسية للحل أتصور أنه الموجود في الترتيبات هو أنك تقوم بعملية مصالحة وطنية في عمليات المصالحة الوطنية عادة ما يتم دمج الميليشيات والعناصر التي كانت تحمل السلاح ضمن المنظومة الرسمية طبعا هناك جماعات إيديولوجية هناك جماعات مرتبطة بالخارج هذه لن يكون لها مكان وهي مجموعات صغيرة لكن المجموعات الرئيسية المؤثرة أتصور أنه سيتم لن يتم عقبها بمعنى أنه سيكون هناك نزع للسلاح والضم بشكل من الأشكال للقوات المسلحة ليس على طريقة الحجد الشعب العراقي بمعنى أنهم يكون جسم داخل جسم أكبر لا سيكون هناك دمج لهذه العناصر داخل المؤسسة العسكرية الليبية الجديدة التي سيتم بتشكيلها من خلال إنهاء الانقسام ودمج هذه العناصر ومنحها بعض المكاسب حتى يمكن إنهاء الصراع بشكل واضح وحتى لا تندلع مواجهات هناك نقطة لافتة دكتور عماد مسألة أن تفكيك جماعات مسلحة إذن أنت في حاجة إلى قوة أمنية أقوى من هذه الجماعات المسلحة في الوقت ذاتي هناك حضر على السلاح للجيش الليبي كيف تريد تفكيك هذه الجماعات من دون دعم بالسلاح عتاد نوعي وقوي يعني أولا أنا وجد نظر شخصية أنه سيتم التركيز على فتح حوارات وطرح الحلول أمام الميليشيات المختلفة هناك ميليشيات كما تقول لها حضرتك إديولوجية سترفض ذلك لكن بعد ذلك أتصور من الوارد وحسب السوابق طالما أن الإدارة الأمريكية وليام بيرنز قال بشكل واضح تشكيل حكومة انتقالية وخروج المرتزقة وإنهاء دور الميليشيات أتصور أنه يمكن بترتيبات معينة أن يتم منح السلاح والمعدات للجيش الليبي للقضاء على هذه الميليشيات التي ترفض هذه الحلول وهنا ربما لا يتم ضخ السلاح مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لكن بطرق غير مباشرة من خلال ربما أطراف إقليمية بترتيبات معينة كأن على سبيل المثال إذا كان الخلاف حول خليفة حفتر فممكن خليفة حفتر أن يتم تجميد موقفه أو أن ينتظر الترشح للرئاسة بحيث يتم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وأتصور أن هناك أطراف إقليمية يمكن أن تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإمداد الجيش الليبي بكل ما يحتاجه من معدات وسلاح لإنهاء وجود هذه الميليشيات في أيام قليلة من القاهرة دكتور عماد جاد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا ومستشار مركز الأهرام شكرا لك سودي الحدث متواصل فيه بعد الفاصل استقالات في صفوف المسؤولين الأوكرانيين على خلفية قضايا فساد متصلة بالمساعدات الخاصة بالجيش وقرية في وسط السودان تحقق اكتفاءا ذاتيا لمشروعات للتنمية الريفية أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين أنا ذاك الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس المؤسسة الأمنية بالتحديد كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية ارتبط هذا القصف الآن كيف يحلل ما هو منطقه بهذه الكثافة إيران لا تريد اليوم أن يعود الإراك إلى حاضنته العربية من خلف جسر الجمهورية ما زال يغصب المتظاهرين البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019 ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار أم أنه شارع مختلف تماما عن شارع التيار الصدري الذي قلنا نتابعه طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح أعتقد يحتاج العراق إلى وقف جديد كما تشاهدون بهذه الجولة الحصرية لقناة الحدث الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة مناسب في قرارات قادة وفي مصارد دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه مزلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في ملفاتها المختلفة إلى أوكرانيا في استقالة هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استقالة نائب الوزير وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بالمساعدات الخاصة بالجيش وكان نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية قد أعلن استقالته من منصبه وطلب من الرئيس فولادمير زيلنسكي إعفاءه من مهامه من مكتب الرئاسة الأوكرانية هذا وقال الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي إن تغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستجرى خلال يومين هناك بالفعل قرارات تتعلق بشؤون الموظفين بعضها صدر اليوم والبعض الآخر سيصدر غدا بشأن المسؤولين في الوزرات من مختلف المستويات وهيكل الحكومة المركزية وكذلك في المناطق وفي نظام إنفاذ القانون يتعلق قرار آخر لمجلس الأمن القومي والدفاع اليوم باستقلالنا الروحي الذي نعمل على تقويته تم فرض عقوبات على 22 شخصا من مواطني روسيا يدعمون الإرهاب وسياسة الإبادة الجماعية تحت ستار الروحانيات من كييف الدبلوماسي والمستشار السابق بلادمر الشماكو أعلن بك ما معنى هذه الاستقالات والطلب من الإعفاء من المناصب الآن في هذا الوقت الحساس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطحية الطيبة من أوكرانيا بسرحة اليوم في صبح نحن سميان عن عدة استقالات جديدة ومنها استقالات في نيابة العامة كمان استقالات في وزارة تنمية كمان موجود شئيات حول طرد من مناصب حكوماء محافظة خيرسون, Запاريج ودنبرا يعني بصفة عما نحن نجهد التدهير في حكومة أوكرانيا كل هذه التغيرات بصراحة هي على مسلحة أوكرانيا وكمان على مسلحة سمع أوكرانيا سمع رئيس أوكرانيا أوكرانيا تحتاج الآن التغيرات كبيرة في أيام حاربة بالمناسبة قال سيد زيلانسكي بأن لن تكون أي رحمة لأخطاء لموظفين كبار هنا في أوكرانيا من المنتظر في أقرب الوقت سوف تكون التغيرات كبيرة وكمان طارد جديد قبل ماذا لا تعكس الصورة؟ مثلا وهو مجرد السؤال أن هذه الاستقالات ليس كما يشعل خلفية فساد إنما على خلفية إدراك للوضع الآن ربما هذه الشخصيات أدركت أن هذه حرب خاسرة زج بأوكرانيا في معركة من المفترض أن تكون هي معركة الولايات المتحدة مع روسيا بصفة عامة من الممكن حاول مثلا إذا كانت طارت بعض الحكماء في محافظة كما حاكي محافظة خرسون هناك مشاكل إدارية بصراحة من الممكن في بعض الحالات سوف تكون الطارت بسبب الفساد ولكن بصفة عامة موجودة لهذا الطارت وانتقالات بسبب المشاكل إدارية أنا أعتقد بأن هؤلاء الموؤم السياسيين كبار وموظفين كبار هم لم يحاققون أهدافهم الذي تطلبوا أوكرانيا منهم وبهذا السابق سوف تكون تغيرات كبيرة هل هذا على مصلحة أوكرانيا؟ أكيد أكيد هذا على مصلحة أوكرانيا وخاصة في أيام حرب طب نوع عندما تقول أنه لم ينفذوا مهامهم طب ما هي المهم مشتركة؟ بدءا من رئيس الدولة إلى ربما أصغر ضابط لماذا يحمل أحد مسؤولية على حساب الآخر؟ سبيل بالغ حول حاكم محافظة خرصون هذه المحافظة في بعض البلدات بدون كهرباء تكريبا مئة بلدة بدون كهرباء لمدة شهرين وأكيد هذا غير مقبول في أوكرانيا ونحن مجتمع الأوكراني والسكان خرصون طالبوا من رئيس زيلنسكي طرد من منصب الحاكم محافظة خرصون كمان حاكم محافظة زباريج هو وضع أو واقع في مشاكل الفساد يعني بصفة أما أوكرانيا تحتاج التغيرات والتدهير بصفة أما أنا على يقين بأن كل هذه التغيرات وإستقالات على معصلحة أوكرانية طب هؤلاء الذين يستقلون أو يطردون من مهمهم هل ستبقى الأعين منصبة عليهم مثلا كي لا يصبحوا يعني داعمين مثلا ينقلبوا على زيلنسكي ويدعموا مثلا روسيا في هذه الحالة الله في هذا الحال سوف تكون خيانة أوكرانيا أنا لا أعتقد بأن هؤلاء الموازفين أو يدعمون روسيا في هذه الحالة لا لا بصراحة هذا خيانة لندركوا بأن داخل أوكرانيا الآن موجود التوحيد كبير مجتمع الأوكراني ضد روسيا و أنا بصراحة لأكين حتى في حالة التارد هؤلاء السياسيين كبار وموازفين كبار لن تكون دعم لروسيا أو موالي لروسيا في هذه الحالة بس مهو كمان في قرال بمنع السفر يعني الوزراء وكبار المسؤولون إلا بالحالات الضرورية ما معنى ذلك أيضا؟ هذا مندرك بصراحة أغلبية صاحقة من الرجال في أوكرانيا عندهم منع لخروج خارج أوكرانيا يجب أن تكون يعني تصريحوا لخاس نفس الشيخ ما الموازفين من المعروف بأن بعض الموازفين استخدموا هذه الفرصة وصفروا خارج أوكرانيا لكدية خاسة للأمر خاسة و بهذا سبب كان التوحيد داخل أوكرانيا لماذا مثلا هؤلاء موازفين صفروا خارج أوكرانيا بدون أي هدف أو بدون أي مصلحة حكومية يعني بصفة هذا مقبول ومجتمع أوكرانيا يراحب هذا بصراحة شكرا لك من كييف فلاديمير شومكوف الدبلوماسي والمستشار السابق بهذا إذن تنتهي ساعتا ستوديو الحدث لهذا اليوم فتحنا فيه مع عددا من الملفات وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة والبداية كانت من لبنان في ظل صدور طبعا متذكرات ادعاء لحق يعني مدعي عام لبنان ومدير الأمن العام ومسؤولين آخرين في قضية انفجاري مرفأ بيروت أيضا الملف العراقي والتطورات في إيران وملفات أخرى غدا ساعتان أخريان متجددتان وللحدث بقيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة